طيب عندنا كمان يا أمير بنتكلم على حراسة المرمى بكرا إن شاء الله بإذن الله كل الدعم بالتأكيد لعلي لطفي وكل اللعبين النقطة مهمة هو دي بصراحة اه بالزبط أرقام علي لطفي أمام الزمالك يمكن لما كان طبعا حارس مرمى فريق نادي أمبي في فترة من الفترات يمكن لعب علي لطفي قدام نادي الزمالك قبل انضمامه للأهل عام 2018 خضى لطفي تم المباريات ضد الزمالك خلال فترة وجوده مع نادي أمبي حق الفوز مع نادي أمبي في سلاس لقاءات وخسر مثلها وتعادل في مواجهتين واستقبلت شباكو سبع أهداف وحافظ على نظافتها في سلاس مباراة آخر مباراة لعبها أمام الزمالك كانت في شهر ستمبر شهر تسعة من 2017 عندما كان لعبا في صفوف النادي البترولي وانتهت بالتعادل السلبي وتصدى خلالها لضرب الجزاء طبعا علي لطفي بشكل عام مع أمبي والأهلي يعني خلال مشواره مع أمبي قبل انتقاله قال لي لعب 108 مباراة في جميع البطولات يعني نقطة مهمة برضو يا محمد بتاعة علي لطفي لازم نقف عندها شوية وإحنا عارفين في ظل غياب محمد الشيناونا تمناه له رب الشفاء من فيروس كورونا ويرجع بسلامة لكن في نفس الوقت حاسس أن فيه قلق عند بعض من جماهير النادي الأهلي بخصوص المركز ده تحديدا خلينا نفكر بعض يا جماعة أن علي لطفي حارس منتخبات أصلا حارس دولي حارس مميز في نفس الوقت عنده منافسة صعبة جدا جدا مع أفضل حارس في أفريقيا وهو محمد الشيناوي لكن في كل الأحوال الناس بتوكيس يا محمد مستوى علي لطفي ببعض المباريات اللاعبة ما كانش موفق فيها نسبيا بس أسباب عدم التوفيق إيه؟ لما يكون مركز حساس زي ده مركز حراسة المرمى ده بيبقى محتاج عدد كبير من المباريات علي لطفي بقاله فترات كبيرة ما كانش بيلعب فبالتالي إذا ما تيجي تلعب مرة واحدة مش هتبقى بالمستوى المتوقع أو الناس متوقعات بالنسبة لعلي لطفي لكن أنا أتكلم على أساس الولد نفسه أساس اللاعب نفسه قدراته إيه؟ لعب دولي لعب مميز حارس ممتاز وده كان السبب اللي خلى النادي الأهلي يتعاقد مع كل السقة والدعم العلي لطفي في مبارات الغد واسقين جدا فيه وفي زميله وإن شاء الله بإذن الله يعملوا مبارات كبيرة اشتركوا في القناة